نبقى في القدس العربي قصف روسي مكثف على منشآت الطاقة الأوكرانية وكييف تندد بالهجمات الإرهابية شنت روسيا هجمات مكثفة أمس الاثنين على منشآت الطاقة في مختلف أنحاء أوكرانيا ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي والماء عن أجزاء من كييف وجاءت الهجمات بعد إعلان موسكو في نهاية الأسبوع تعليق مشاركتها في الاتفاقية الدولية لنقل الحبوب الأوكرانية ردا على هجوم استهدف الأسطول الروسي في شبه الجزيرة القرن نسبته موسكو إلى أوكرانيا بمساعدة المملكة المتحدة وشار رئيس بلدية العاصمة في تالي كيليتس كيتشو عبر التليجرام جراء الأضرار اللاحقة بمتشآت الطاقة قرب كييف انقطعت المياه عن ثمانين في المئة من المستهلكين في العاصمة بعد الضربات الروسية مضيفا أن ثلاثمائة وخمسين ألف منزل في كييف دون تيار كهربائي وعلنت القوات المسلحة الروسية أنها نفذت ضربات بأسلحة عالية الدقة وبعيدة المدى ضد القيادة العسكرية وأنظمة الطاقة الأوكرانية وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية الإرهابيون الروس شنوا مجددا هجوما كثيفا على منشآت الطاقة في عدد من المناطق وأسقطت الدفاعات الجوية بعض الصواريخ فيما أصاب البعض الهدف الآخر وحسب رئيس الوزراء دينيس شمقل فإن الصواريخ والطائرات المسيرة أصابت عشرة مناطق وألحقت أضرارا بثمانية عشر منشأة معظمها مرتبطة بمنظومة الطاقة وقال إن مئات البلدات محرومة من التيار الكهربائي في سبعة مناطق ترجمة نانسي قنقر